بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سادة انتصى في الشهر وكمان عن ابتدي ندخل في محاور مهمة جدا جدا في حياتنا احنا مش بس اتكلمنا عن حاجات تتعلق بحياتنا ويتعلق بزواتنا وتعلق بكمان العسرة وتعلق كمان بالعمل لكن في جزء ركن كتير مهم جدا في حياتنا الركن ده وهو ملف اللي بيربط ما بين الملفات التلاتة دولة مع بعض ملف مهم جدا 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 وهو ملف العلاقات العلاقات دي هي كأنها مادة الصمغ اللي بتلزق كل الصورة العلاقات كأنها هي مادة البناء اللي بتلزق كل اللي بيدانت ببعضها وزيك العلاقات دي يمكن ثلاثة اربع اوجاع الناس كتير اول من اوجاع الناس انا عايز اقول ان اكتب من ثلاثة اربع اوجاع الناس مبنية على مسألة العلاقات احنا ناخد الخمس اجزاء القادمة نتكلم فيها عن العلاقات ونتكلم عن معاني اساسية في العلاقات لو هي موجودة العلاقات دي تبقى منورة بانوار القرآن ونبتدي في جزء الستاشر وازاي هو بيعلمنا ازاي نصلح العلاقات ونبني العلاقات بحيث ان هي تبقى علاقات منورة بس خلينا اقولك احنا دلوقتي احنا عايشين اكتر حاجة بتواجهنا في العلاقات ايه انا لما فكرت كده لقيت ان اكتر حاجة بتواجهنا في العلاقات فكرة الرفض الرفض دي حتى لو كان الاحساس ده احساس كاذب لكن لما حد يحس ان هو مرفوض واحد اتفسكت خطوبتها فحست ان هي مرفوضة واحد اتفصل من الشغل حسس ان هو مرفوض واحد حس ان فلان بيتجاهلوا لانه حس ان هو مرفوض بنت مع ابوها بنت ولد مع امه خاصة في فترة المراقة كمان الولد كمان ممكن يحس ان هو حصل له حالة من حالات الرفض الرفض ده كتير من الناس لما بتحس به حياتها بتشقلب حياتها بتتدمر حياتها بتتقلب رأسا على عقل وممكن يتحولوا الى اشخاص متوحشين فالرفض ده محدش يتهاون به ولذلك هنا الجزء الستاشر بيعلمنا حاجة مهمة جدا 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 بيعلمنا اساس من اسس العلاقات هللاقيه في قولي تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي ايه علاقة ده بالرفض هنا بقى بيبان او حاجة مهمة جدا 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 بنبدأ كلام عن اول صفة في خمس ايام في رمضان بنكمل الكلام بعد الكلام عن الذات والكلام عن الاسرة والكلام عن العمل يجي الدور الكلام عن العلاقات بقى ويجي كلامنا عن العلاقات عشان نعرف ازاي القرآن ممكن يبني قدرتنا على ادارة العلاقات واول واهم قيمة في العلاقات هي قيمة ايبا التقبل ان انت تحس ان انت الناس تقبلك وانت تقبل الناس وهنبدأ معكم في الجزء الستاشر بالايات من خمسة وعشرين ثمانية وعشرين ونبدأ من سورة طه لما سيدنا موسى خاطب مولانا سبحانه وتعالى فقال قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلو العقدة من لساني يفقاه قولي هنا سيدنا موسى كان خايف من عدم التقبل مش بس كان خايف من عدم التقبل خايف كمان من التنمر عليه لانه شيء قاسي جدا 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 التنمر ده وسيدنا موسى كان عنده لثغة في لساني فكان خايف انه لما يروح يكلم بني اسرائيل انهما يتنمروا عليه بسبب هذه اللث ولذلك طلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يرسل معه اخوه سيدنا هارون عشان يتكلم معهم لانه افصح منه لسانا فحتى الانبياء تخيل 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 حتى الانبياء كانوا بشر وعارفين البشر والعبهم وكمان ضعف نفسهم وازاي نفسهم الخبيثة ممكن تأذي الناس مغير ما تشعر فهليعقل ان في حد يتنمر على نبي واحد يقول لي ممكن ساعتها مش عارفين ان هو نبي بس هم كان ممكن يتنمروا على حد في جمال ولا في حسن ولا في لطف ولا في رقي اخلاق سيدنا موسى ومع ذلك وصفته بنت سيدنا شعيب عشان بس نعرف هو كان صفاته واضحة ازاي و جميلة للناس وسعدها بانه قوي امين ده يخلينا نعرف ان التنمر ده ملوش علاقة بالشخص اللي بيتنمروا عليه والرفض كمان ممكن ما يكونش ده علاقة بالشخص اللي هو بيتنمروا عليه او بيرفضوه ده ممكن يكون شيء بيعبر عن مشكلة في الشخص المتنمر وانه مش بيحب ولا بيشوف الجمال ولا بيعرف يقدر الاختلاف مع الاخرين وما بيقدرش يعيش ان الاختلاف ده يستحق الاحترام وعارف ان فيه صفات حلوة تانية كثيرة في الشخص اللي هو شايف الصفة دي فيه اللي بتخليه يختزل الشخص كله في الصفة دي زي ما في الرفض برضو بيختزل انسان الشخص في الصفة اللي هو بيرفضها التنمر والرفض ممكن يكونوا مصدر الخوف الخوف الشديد ان الانسان يحس ان التنمر ده والرفض ده بيعمله انه خايف اوه كمان من ان الناس ترفضوا فيجازيهم عشان هو يرفض قبل ما الناس ترفضوا ده ممكن ان الستة تعمل كده مع ابنها ايوة ممكن الستة تحسس ابنها انه هو مرفوض لانه هي خايفة من انه هو لو شاف نفسه يرفضها ممكن الاب يحسس بنته انه هي مرفوضة وشكلها مش كويس ومعرفش ايه وانت يعني تتجاوز السيء وانت شكلك كده لانه هو خايف انه هو في لحظة من لحظات انه هي تقوله على فكرة انت كنت معوق من معوقات حياتي يعني ايه؟ يعني في بعض الاحيان ان رفضوا التنمر بيبقى زي ما بيسمونه كده سلفة فنس محاولة لحماية النفس وممكن يكون كمان التنمر كمان والرفض مش بس نوع من انواع حماية لا ممكن يكون غيرة من الشخص اللي بيرفضه او غيرة من الشخص اللي بتنمر عليه لانه شايف فيه صفات حلوة هو مش قادر يحصلها وهي بتهزي ثقة بنفسه فيتنمر عليه عشان يقدر يوازن الشعور بالعجز والضعف والقلة بالتنمر ده وازاك سيدنا موسى علمنا ان القبول ده شيء مهم في الحياة وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيزرعه في نفوس الناس وستين ماريون كمان خافت ان قومها ما يصدقهاش في مسألة حملها بلا زوج فخرجت لمكان بعيد عشان تولد بعيد عنهم فجاءها المخاضر الى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية شوف وصل الحال الى ايه الخوف من عدم التقبل يصبها وهي من الصالحات ومن الصديقات فايه اللي يحصل فتطلب ان هي تكون يعني تموت وتكون نسيا منسيا يوصل الحال الى هذا الحال وكأن الخوف من عدم التقبل ده شيء طبيعي وبيصيب حتى الانبياء والصديقين فافضل واول شيء ممكن يبني العلاقات هو التقبل عايز تبقى فيه علاقات حسنة بينك وبين الناس خليك متقبل للناس اقبل الناس ده ما هم وده مش معناه انك تكون راضي بالخطأ ولا راضي بالمعصية ولا راضي بالإساءة لكن يبقى عندك فاهم متفاهم متفاهم مع الناس تكون عارف ان فلان ده لو قال لك حاجة فهو ما كانش يقصد يديك لكنه خايف مثلا او ما يعرفش ان ده ممكن يكون بيديعك ومن التقبل انك تساعد الناس يكونوا افضل بدون ما تنتقدهم نقضي وجاعهم ويخليهم محسين ان هم في حالة قلة وحالة هوان وهو كمان تكون سريع الحكم على الناس الناس بصفة عامة غلابة وعبيد لله ومحدش بيعمل شيء الا بمراد الله محدش يقدر يضرك ولا ينفعك إلا بإذن الله خليك انت أول واحد تقبل الناس وتعفو عنه وده أحسن وسيلة عشان هم كمان يتقبلوك لو عملت كده هيجي لك على طول فضل ربنا هل جزاء الاحسان هل جزاء الاحسان الاحسان وساعتها تبقى عملت بقولي تعالى ادفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نعمل ايه عشان نتقبل الناس أول حاجة نعمل عشان نتقبل الناس لو لقيت نفسك بتحكم على حد توقف فورا واستغفر ربنا على أقل عشر مرات قول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واستمر في الاستغفار لغاية عشر مرات على الأقل واستمر في الاستغفار لغاية ما تقف الحكم على الناس عشان تقدر تتعود على انك تتقبل الناس من غير ما تحكم عنهم حكم ابتدائي كده تاني حاجة حاول دايما تفكر تفتكر حد أساء ليك وحاول تسامحه وحاول تسامحه على أساس إنه هو له أعذار كتيرة وإنه هو ممكن نكون لي عذر أنت مش عارفه مش لازم تكون عشان تسامح الناس لازم تعرف أعذارهم وعلى فكرة مش لازم عشان تسامح الناس ترجع علاقت معهم زي الأول وأحسن لا أنت ممكن تسامحه بس يعني تخلي قلبك تفرق قلبك فتسامحه وتتخلص من ده وذلك الرجل دخل الجنة لإنه ما كانش عنده من الأعمال الصراحة غير حاجة واحدة بس إنه ما كان بيتجاوز عن الناس فتجاوزوا عن الناس عشان ربنا يتجاوزوا عنكم ويخلي قلبكم من ده ويبقوا عندكم قبول عند الناس ساعد ثالث حاجة ساعد أي شخص جديد في أي مكان تشوفه سواء في عمل سواء في تجمع أصدقاء إنه يندمج ويصبح موجود مع هؤلاء الناس بشكل يتقبلوه فتكون له ترشده إلى الأشياء اللي ممكن تفتح قلوب الناس إليه وإزاي يتعامل مع المكان وإزاي يتعرف عليه لما تعمل كده هتحس أن أنت إنسان حاسس بأنك أنت بتصنع التقبل وأهم حاجة ممكن تخليك حاسس دايما بأن علاقاتك مع الناس مبنية على التقبل أن أنت طول الوقت تتغاضى عن أخطاء الناس وأكتر حاجة تعملها أنك ببساطة خالص ما تنامشوا في قلبك شيء من لحد كل ما هتعمل كده هتحس أن أنت عندك أهم لبنة من لبنات بناء العلاقات وهي التقبل وهيبقى ساعتها لا هتخاف من العلاقات ولا العلاقات هتبقى علاقات عب وساعتها على العلاقات هتبقى أبواب جديدة بيفتحها ربنا ليك في الحياة عشان تبقى العلاقات دي سر سعادة ما تكون عب وثقل وتكون كمان بتخصم من حياتك العلاقات ممكن تكون أبواب واسعة على قلوب الناس لما أنت تكون متقبل للناس يا رب جعلنا من الذين تقبلون الناس عشان نرى جمال ودك عندما تصنع الود بيننا وبين الناس من غير حول مننا ولا قوة يا رب العالمين بعد فاصل نلتقي في حضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم من بركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل اجينا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بتفضل جسر بيننا عشان يجعل مجالس النور مفتوحة وتجعلنا كمان مقبلين على مولانا سبحانه وتعالى في أيام النفحات أيام رمضان اللي كل لحظة فيه بنفحة وكل لفتة فيه بمنا فالحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الوصل بنا دايما ويجعلنا دايما في رضا ويجعلنا دايما في محبته وفي ذكره أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلينا نفتكر قبل ما نبتدي أول سؤال نفتكر حاجة مهمة جدا إن احنا دايما لازم في علاقاتنا نحس نعيش بالتقبل والأسئلة مهما كانت بيتبقى فيها أشياء كتيرة بتكشف عن عدم التقبل وتعالوا نشوف السؤال الأول بيقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق لي بنى شقتين في بيت العيلة المكون من أربع طوابق والبيت يملكه أبوه وخرج من هذا البيت لعدم الراحة النفسية وأجر شقة بمكان آخر وظروف وصعبة هل يحق له أن يطالب بحق الشقتين علشان يستقر هو وأولاده ويشتري شقة بدل شقة الإيجار أفي دون إيه الصح ليتعمل دون خسارة لأهل وبدون أي مشاكل معهم تحياتي السؤال ده مهم جدا 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 لأنه بيتكرر وبتكرر في أحوال كتيرة جدا 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 بس مع كونه بيتكرر وكونه إن إحنا محتاجين نجاوب عليه إحنا محتاجين فيه جزء من اللي استيفة يعني إيه اللي استيفة عندنا عندنا ده إصطراح موجود في المصالح لكن كمان موجود عندنا في الفتوة يعني إيه الاستيفة الاستفاء يعني الاستيفاء إيه؟ إيه الحاجة التي احنا محتاجين لني استوفيها هو والده لما هو كان هو البيت دوات بيت العيلة يعني بيت الأب هو لما بنا الشقتين كان هو بنى الشقتين على أي أساس يعني أبوه كان قال له إيه؟ قال له إيه ابني أنا أبحت لك أن إنت تجي أنا وهابتك أن أنت تبني الشائتين دول فيبقى بنالي الشائتين دولة إضافة في البيت دولة ويبقى بنالي الشائتين دولة ملكه ملكه بس الأرض اللي مبنية عليها الشائتين دولة ملك للأب يبقى هما البونة ده البونة نفسه ملكه إذا كان أبوه وهابه أنه هو يبني الشائتين دولة ويبقى دولة ملكه مش وهابه أنه هو يسكن بس وأنه هو بس بيبني الكلام دوت للعيلة فإذا كان هو لا ده بنى الشائتين بإذن من أبوه وهو قال له إن أنا عاية ابن الشائتين دولة ويبقوا ملكك يبقى خلاص هو أذن له في هواء وفي مكان هذا البناء لأن البناء زي الناس اللي عارفين اللي هم بيشتغلوا في العقارات أو بيشتروا عقارات عارفين ما بين الأرض وما بين البناء فممكن هو يدي له نصيب في الأرض وممكن يخليه بس يبني هنا بس خلاصة إذا كان أبوه وهبه إن هو يبني ده وقال له الشائتين دولة يبقوا ملكك يبقى الشائتين دولة ملكه متفقين على ده لازم نكون متفقين على ده فإذا كان ده هو ده بقى الجزء اللي أنا بقول إلي إحنا محتاجين استيفا فيه إن والده قال له إيه هو بنى على أي أساس طيب يبقى خلاص إذا بني الشائتين دولة دولة ليك يبقى الشائتين دولة بتوعه يبقى إيه اللي يحصل هو لما خرج وطرك البيت وأجر له حق إنه هو يبيع الشائتين دولة نعم له حق إنه هو يبيع الشائتين دولة لأن الشائتين دولة ملكه بيسألني أعمل إيه بقى وخلاص عرفنا الحكم إنه هو من حقه إنه هو يبيع الشائتين دولة عشان ياخد حقهم ويشتري شقة تمليك بدل الشقة الإيجار اللي هو بيدفع فيها فلوس كتيرة وهلكاه الحالة اللي زي ديه هو بيسألني أعمل إيه وكأنه بيقدر مني النصيحة يعني دي الفتوى شوف أنا دي الفتوى طب والنصيحة النصيحة إنه هو يقعد يتكلم مع أبوه يقعد يتكلم مع أبوه ويرضيه لأنه هو في أغلب الأحيين في الغالب لو دابت عيلة في الغالب مش هيرضى أهل العيلة إنه هو يبيع الشائتين دولة لأنه هو يدخل حد غريب في البيت دولة لأنه واضح إن الكلام دولة ممكن احتمال كبير يكون الكلام ده في مكان من الريف أو شيء من هذا قبيل فما بيحبوش إن حد يدخل البيت عندهم ففي الغالب مين اللي يشتري؟ اللي يشتري حد من الأسرة دي طب عشان ده يحصل إيه اللي حاصل؟ لازم البوابة اللي من خلالها يتم بيع الشائتين دولة هو الأسرة فلازم يروح لوالده ويرضيه ليه طيب؟ بس هو المسألة إنه هو كمان آه أجر شقة من الشائتين أنا طبعا مش عارف أجرها لحد من الأقارب ولحد من بر وده بيخلينا أقول إنه ممكن ما يكونش عندهم مشكلة إن الشائتين دولة يتباعوا لحد غريب يبقى أنت لو بيعت الشائتين دولة مفيش مشكلة لو بيعت الشائتين دولة لحد قريب أو حد غريب ده جائز بس أنا بنصحك إن أنت تتكلم مع والدك إن كان هو اللي بنى العمارة دي أو تتكلم مع إخواتك إذا كان ده عبارة عن ورث بينكم وبين بعض إن أنت تبدأ أولا بتطييب خطرهم قبل ما تعمل الكلام دوت وقبل ما تبيع الشائتين دول عشان الأمر يمر بسلامه ما يكونش فيه أي مضايقات السؤال الثاني بيقول إيه حدثت مشكلة بيني وبين أمي زوجي اللي هي حمتها يعني وتخصمنا وذهبت للاعتذار منها أربع مرات ولكنها رفضت طلبت أن أفعل لها أي شيء من مهام البيت تخصها وطلب مني زوجي أن أظل أعتذر لها وأعمل لها طلبتها حتى ترضى فرفضت لما ضاقت بها نفسي من رفضها ورسلت له فتوى أني ليس علي إثم فهجراني وقال لي أنه ليس مجبر على العيش معي إما أن ترضى أمي عني أو ليس له علاقة بي فهل علي إثم لرفضي لأني أشعر بالذل والإهانة وما حكم الدين في أمر زوجي هل يأثم وهل تأثم أم زوجي برفضها الصلح هو طبعاً إحنا مأمورين شرعاً إذا أحد طلب مننا الصلح والأمر كان فيه يسل كده أن إحنا نتصالح لكن هي المسألة بمقدار ما حدث إحنا من راعي أنه ست كبير أو ممكن أن الحدث ده ممكن يكون شيء كبير أو شيء فيه من أنواع المهانة عليها أنا رأيي أن قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بيقول لنا أن أنت لسه عندك فرصة أن أنت تحاولي تصلحي حماتك أنا متصور أن أنت أول ما هي قالت لك كلام كلام جرحك وكده رحتي سايباكي من موضوع الصلح ده بس للأسف الكلام ده ما كانش فيه رضا لزوجك وأنا دايماً بيقوله قاعدة ما بين الأزواج أن أقرب طريق لقلب جوزك هو أهله زي ما أقرب طريق لقلبك هو أهلك كذلك فالطرفين لازم يعرفوا أن الأهل هو أقرب طريق لقلب التاني طب وأنا بتقولي لي أنصحك بإيه أنصحك أن أنت تستمري في الاعتذار بس خلينا نقول أن الاعتذار ده محتاج أن احنا نقعد ونفكر هو إيه الحكاية هي الحكاية أنها قبلك خالص وعايزة تطلقك من ابنها الكلام ده مش موجود في سؤال حضرتك ولا هي حاسة أن أنت عملت اعتذار أقل من حجم الإساءة اللي أسأتيها إليها يبقى أنت محتاجة تفهمي الأول هي فهمة التصرف اللي أنت عملتيه إزاي أنت طبعاً بتقولي طبعاً إيه اللي يخليني أحس بالمذلة والمهانة الحقيقة أنت بمتزليش نفسك أنت بتكرمي نفسك بأنك أنت بتصلحي بيتك وبتحافظ على بيتك لأنه واضح أن زوجك هو كمان شايف اللي أنت عملتيه أكبر بكتير وشايف وعنده انطباع عن شخصية حضرتك فأنا مش قصد بس أن أنت تصلحي الحلاقة بينك وبين حماتك لكن أنا قصد أن أتخيري كمان صورتك عندي زوجك إذا كنت عايزة تستمر في الحياة الزوجية معاه وعشان كده أنا بقولك كده لازم ندفع باللتي هي أحسن فكان دايما كان مشايخنا حد من مشايخنا ودوت ورثه من كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن لو حد يراح عشان يصلح حده التاني ما طابش خطره يقوله إيه يقوله استمر يقوله ما أنا عملت اللي علي هو اللي قاله لا كذبت وصدق الله ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أعدوة كأنه ولي من حمي لو دفعت باللتي هي أحسن أكيد قلبه يتغير معنى من المعاني الرقية اللي احنا محتاجين أن نحن نمشي بيها انت محتاجة ده محتاجة أن انت تصري على ده بتقول لي طبو انت ليه تردارب المهنة هي عشان هي كبيرة وعشان هي ومزوجتي على فكرة أنا ممكن يعني ممكن أن تصرف تصرف ويعني أقولي بقى وتخرب البيت صح عشان إيه عشان حاجة كانت ممكن تعدي انت نفسك ممكن تقولي ده حاجة كانت تفهى طب إذا ما كانتش تفهى وحاجة كانت قوية يبقى أنت أسأتي ليها في حاجة قوية ومن حقها أنها تزعل فبتسأليني أعمل إيه استمري استمري اسمعاش في الاعتذار عشان بس نفسك الأمارة بالشوق ما تزودهاش على نفسك استمري في تطيب خطرة استمري في تطيب خطرة ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من من لم يوقع كبير أنا اعتبريها من توقيري الكبير مش أقولك زي من بعض الناس أقولك اتعاملي معاها زي أمك لا اعتبري أن أنت بتوقري مرأة كبيرة في السن وشوفي ربنا يفتح عليك إزاي وهي يصلك أمرك وهتبقى حياتك كلها حسن وخير وبرك ولعلها تكون سمع الكلام ده وأنا بقول له إذا جدت وردتك خليك من أهل الكرم وخليك من أهل اليس وخليك من أهل حسن الأخلاق وتصافي لأن دوت يفتح عليك باب الخير كتير ده ليلة القدر كاننا عن عرفها واتشالت لما الناس اتشحنوا مع بعض فإلا حاصل فخفيت عنها تخيلوا كده أننا عارفين ليلة القدر بسبب أن الناس متنزعين لو عايزة يا حاجة تركي ليلة القدر يلا توكري على الله وسمحي مرأة ابنك عشان ربنا سبحانه تعالى يجعلك سبب من أسباب خير وإصلاح ذات البين بين ابنك وزوجته وربنا إن شاء الله يكتب لك السواب العظيم في ذلك السؤال بعد ذلك بيقول لو سمحت والدتي قطعت العادة الشهرية هي عندها 63 سنة كل فترة ينزل دم عليها كده يجوز الصيام ولا لا لو إنها قطعت خالص وخلاص هي بقت في السن اللي مش ممكن يجي لها فيه حيض وإن الدم ده مش نفس أوصاف الدم اللي كان بيجي لها ولا نفس دونه ولا نفس شدته ولا نفس أوصافه هيكون ده دم استحاضة وهي خلاص وصلت وبقت في حالة اليأس من الحيض فحكمها إن هي جزدها إن هي تصوم طب والحاجات اللي بتنزل لها دي إذا كانت هي خلاص إن قطعت العادة وإن ده مش مفقاش أوصاف العادة آه ممكن الكلام ده تيكون من قبيل الاستحاضة وليس من قبيل الحيض وحكم الاستحاضة والاستحاضة ده ممكن تحصل بسبب إن السن تقدم وإن هي خلاص في فترة اليأس طبعا لإن ممكن أسباب كتيرة الدم ينزل الدم مش لازم ينزل عشان الحيض الدم ممكن ينزل من العصبية من الشدة من الضغوط أشياء كتيرة بتسبب نزول الدم مش لازم الدم ينزل عشان الحيض فلذلك أهو بقول لحضرتك إذا كان الدم اللي بينزل ده مفروش أوصاف الدم اللي كان بينزل لها ساعة الحيض وإن الدم ده وقت بينزل لها في أوقات لي أسباب غير أسباب الحيض وإذا كان الدم ده بينزل بأوصاف غير الأوصاف اللي كانت بتنزل في الحيض يبقى خلاص الدم ده طعنها تبرو استحاضة ويجوز ساعة أنها تصوم نعم يجوز أنها تصوم ليه طيب لأن خلاص هي أصبحت آيسة يعني ليست من أصحاب الحيض الأمر الثاني إن احنا لازم نتأكد على هي موسوسة ولا لأ ما هو بعض الناس بيتوسوسوا بيحصل ده للناس الكبار لما يحصلوا سن اليأس يحصل لهم في بعض الأحيين إن هم يتوسوسوا إن الحيض ممكن يجي لهم في أي وقت فممكن دوت من شدة الوسوس وشدة الضغط أو شدة الاختبار يحصل لها إن ينزل عليها بعض قطرات الدم دي ليس من قبيل إن هي فعلا عندها حيد ولكن من قبيل إن هي بتدوس على نفسها زي ما بيقولوا كده هو وبتشد على نفسها السؤال اللي بعد كده سؤال جيه بيقول أنا مدخن ومش عارف أبطل ولما أجي أبطل ضغط الشغل والدنيا بيخليني مش عارف بس أنا نفسي أبطل السؤال ده مهم واحنا لابد إن احنا إن شاء الله في حلقات ما بعد رمضان نعمل حلقة عن إدمان التدخين لأن التدخين إدمان وفي ناس كتيرة جدا 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 لما تيجي تقول لهم إن التدخين إدمان يهيجوا ويميجوا وما يبقوا رفضين ده ويتدايقوا جدا 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 ويقوموك وممكن على فكرة بعض الناس يحطوا عقبات لبعض الناس ويديقوهم ويئزوهم ويدروهم لأنهم حسين إن إيه إن هم بينالوا منهم لما يقول لهم إن التدخين حرم وإن هو إن التدخين فيه إدمان آه التدخين فيه إدمان وبالمناسبة إدمان التدخين أشد من إدمان الأنواع الأخرى من المخدرات ليه؟ لأن هنا التدخين مرتبط بجملة من الأشياء ما أنزل الله بيها من سلطان مرتبط بأنه بينفس عن الإنسان مرتبط أن التدخين ده بيخلي الإنسان أكثر ظهورا بأنه هو بيفكر وشو أي حاجة كده أوهام وأساطير عن التدخين وكل الكلام ده كذب وليس حقيقة أنا نصحت بإيه نصحت أن أنت لازم تمر بنفس الخطوات اللي بيمر بيها صاحب الإدمان في مسألة أن أنت تتدرك ومسألة أن أنت بعد ذلك أن أنت انسحب منك التدخين وأنا عايز أبشرك بحاجة أن أنت ممكن ما تمرش بكل ده فيه دلوقتي أدوية بتتاخد عشان تعادل نسبة النكتين في جسم الإنسان بيأخذها الإنسان وبيبطل بها التدخين روح لدكتور مخ وعصاب أو لدكتور نفسي هتجده عنده هذا الدواء لو أخذته إن شاء الله ده هيساعدك على التدخين الأمر الثاني المهم لابد أن أنت تستسمى الرمضان في أن أنت تتخلص من التدخين وخاصة أن عندك نصف اليوم تبقى أنت فيه مش مدخن تستطيع أن أنت تعيش النصف الثاني على نفس العيش اللي أنت عيشت بالنصف الأول وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والتوفيق والتدخين ممكن لمتنع عنه ممكن لمتنع عنه ليه؟ لأنه حرام ومهلك للصحة ومضر وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك اخرج من التهلكة دي وترك التدخين ده وخذ من رمضان مدد يساعدك على أنك أنت تتخلص من التدخين ربنا يوفاك وإن شاء الله يكتب لك العون والمدد والسند والمعونة يا رب العالمين يا سيد احنا النهاردة تكلمنا عن التقبل والتقبل ده من أهم أركان العلاقات علاقة بدون تقبل علاقة لا أمل فيها العلاقة اللي بدون تقبل علاقة لا تستطيع أن تتقدم للأمام علاقة بدون تقبل مليئة بالنفاق عشان العلاقة تبقى علاقة حقيقية لازم يكون فيها تقبل ولازم عشان يكون فيها تقبل لازم تمتنع عن الحكم عن الناس ولازم كمان تحاولت بقدر الإمكان أن أنت ترى محاسنهم ويا سلام لو أنك أنت كمان حاولت بقدر الإمكان أن أنت تساعدهم على أنهم يخرجوا أحسن ما فيهم أنت كده بتعيش التقبل بمعنى الصحيح وخاصة لو أضفت إليه المسامحة يا رب نسألك العون لنكون من أهل التقبل ولكي تقبلنا ولكي تجازينا بالإحسان إحسانة اللهم أدخلنا في أنوار هالجزاء الإحسان إلا الإحسان واجعلنا من أهل التقبل لكي تقبلنا يا كريم في هذه النفحات وفي هذه البركات في شهر الأنوار وشهر القبول اجعلنا يا ربنا من أهل التقبل واجعلنا يا ربنا من أهل القبول يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما متجملين بجمالك يا جميل